اشتركوا في القناة او لحول الخلاء قلبك فين معلق بالعرش في السماء ولا اعزك الله لسه في دورة المية الله يعزك ويرفع قدرك ويحي قلبي وقلبك انت فين ايها الحبيب لا خد كمانتر مويتر تاني معاك هل لادي اول ما تروح السرير وتنام معليش استنى شوء لحظة واحدة فتش فتش عن القلب انت نام على السرير ايه عم الشيخ محمد قلبي معاي لا والله بس فتش عليه دور عليه قلبك هيبت فين هيبت فين لا ممكن يبت في الجسم وممكن يبت في حتة تانية خلي بالك اذا اويت الى فراش اين يبيت قلبك وان استيقظت من نومك فانظر الى اين يطير قلبك اما تنام قلبك هيبت فيه معلق بايه بالاخرة خيف من الموت خيف من المظلمة اللي انت ارتكبتها النهاردة ولا ما انت شوكر حاجة ما انت شواخ البلك من حاجة واول ما تشغل بايه بالوضوء او صلي الفجر يا خبر ابد ان ما صليتش الى لدي قيم الليل ولا القضية مش قلبك هيبت فيه واول ما يصحيطر على فيه فالصلاة صلة صلة ما فيش عاقل يتخلى الان عن هذه الصلة في زمن المديات والشهوات ما انش عاوز اطول في المسألة بس خد كمان البشرة الجميلة ايديه من سيدنا النبي عليه السلام والحديث رؤى الامام الترمذي والنسائي وغيروها بسند صحيح من حديث بريدة قال الحبيب بشر الله بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة الله يوم الى الذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشرعكم اليوم جنات الله اكبر بشرعكم اليوم جنات شايف النور اللهم اجعلني وإياكم من اهل الانوار ولا تجعلنا يا ربي برحمتك من اهل الظلمات يوم يقول المنافقون للذين امنوا انظرونا انتظرونا ليه نقتبس من نوركم ما تسيك ديه خلونا معاكم نمشي معاكم في النور ده ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ينادي اهل الظلمات اهل الانوار مش كنا معاكم في المساجر والجماعات والجمعات قالوا بلى لكنكم فتنتم انفسكم اتربصتم اي باهل الدين وباهل التوحيد وباهل الايمان وارتبتم اي تشككتم في كل ما بلغكم به العلماء وعن الله وعن رسوله وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور الله يبقى اول حاجة تحسب عليها الصلاة يلا بسرعة عاهد ربك دلوقتي الان الان انك منطيعش الصلاة تب يعنيش يغدر ما صليتش بقال كتير الان صلي الان صلي وحب الشرك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فالأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والتوبة تجب ما قبلها بس تعالى اقبل على الملك بقلب محب وجل وانا اقسم لك بجلال ربي ان الله جل جلاله سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز قال سبحانه قل يا عبادي الذين صرفوا على انفسهم يا الادب تهزين اولا صرفوا على انفسهم قل يا عبادي الذين صاموا قل يا عبادي الذين اقاموا الليل ان ينادي على المسرفين بالمعاص وذنوب من امثال ورب الكعبة قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ربنا ينسبنا ونحن اهل الذنوب والمعاص ينسبنا عبادا الي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا مش انت موحد ايوة بتقول لا اله الا الله محمد الرسول الله ان الله لا يغفره اي اشترك به ويغفر ما دون ذلك طيب اتفقنا نعاهد الله على المحافظة على الصلاة يلا اقفل الورشة وامصلي اقفل بقالة وامصلي اقفل مكتب الوزارة وامصلي امصلي ما تخافش وانا بخطب كل مسؤول الصلاة اقسم بالله ستزيد الانتاج مش هتقلل هتزيد الانتاج هتضبط اخلاقنا ومشاعرنا ان الصلاة تنى عن الفحشاء والمون ام الشيخ ما معظم اللي بصله حرمية لا تب خليه صل ويسيبه صل ستنهاه صلاته يوما المرض صلة لسبب من الاسباب وبعدها ان شاء الله سيصلي للملك الوهاب وحينئذ سيتغير سلوكه ضميره كلامه لسانه نظره كل شيء فيه سيتغير بس لما يدوء حلاوة الانس ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى ويا سلام على شيخنا بن القيم بيقول ولا يذوق حلاوة الانس بالله الا من خرجه الا من خرجه من ضيق الجهل يعني الجهل بالله والجهل باسمائه والجهل بصفاته والجهل بعظمته والجهل بقدرته الا من خرج من ضيق الجهل الى فضاء العلم وإلا من خرج من سجن الهوى الى ساحة الهدى ومن نجاسة النفس الى طهارة القدس يا الله تدوء بأ لزة القرب وحلاوة الانس وحتما ستنهاك صلاتك باذن الله جل وعلا تعالوا نعاهد ربنا ايتها الامة الحبيبة ايتها الامة القريبة ايها الموحدون في كل بقاع الدنيا اخاطبكم تعالوا نعاهد ربنا على الصلاة من ضيعش الصلاة اخاطبك ايتها الفاضلة المسلمة اوعد ضيع الصلاة طيب بسرعة تعالوا لنرى ما الذي سيسأل عنه العبد بعد الصلاة قال الحبيب كما في الحديث